طيب ممنازمة الحديث عن قيمة ومكانة الاهلي انبارح كان فيه طبق متصدر السوشيال ميديا بشكل غير طبيعي وانا عشان كده اقول لكم يا جماعة لولا النادي الاهلي لكانت القرى المصرية والرياضة المصرية في منحنة تاني خالص للأسف بشكل سلبي ليه؟ لما تلاقي صورة متصدرة السوشيال ميديا على مباراة فريق الكورة مباراة فريق الهندبول فريق الفولي فريق الباسكت بيلعب في جميع المسابقات الافريقية في نفس اليوم وهو يوم تاريخي مش هقول بس للرياضة المصرية قدامكم الصورة على الشاشة هو صورة فريق الكورة متعادل مع مازينبي 0-0 صورة فريق كورة اليد رجال اللي كسب أمل سيكييدا الجزائري 30-19 في كاسة أفريقيا لكورة اليد في الجزائر صورة فريق السلة اللي قدر يكسب في منافسات بطولة افريقيا لكورة السلة البال 4 كسب أهلي بنغاز الليبي 98-96 وأيضا كمان صورة 98-86 وصورة كمان فريق الطايرة رجال اللي قدر يكسب سبوار الكنغولي بتلت أشواط نظيفة وتأهل للضر ربع النهائي من مصابق بطولة افريقيا للكورة الطايرة تخيلوا كل الفرق الجمعية في النادي الاهلي فريق كورة القدم فريق كورة السلة فريق كورة الطايرة فريق كورة اليد بلعبه منافسات افريقية فريق كورة بيلعب سيمي فاينال دوري الأبطال مع مازينبي فريق الطايرة تأهل للضر ربع النهائي من بطولة افريقيا للكورة الطايرة اللي بنظمها الاهلي على صالة الأمير عبدالله الفيصل تروح حتى لكورة السلة كان بيلعب منافسات بطولة افريقيا البال 4 في صالة دكتور حسن مصطفى هنا في 6 أكتوبر ومباراة كبير على الاهلي بنغاز الليبي كسب 98.86 المباراة مباراة بتتزاع على كانال سبورت الفرنسية يعني حتى المباراة بتتزاع حتى في الدول الأوروبية والناس بتشوف النادي الاهلي في هذه البطولة المؤهلة بعد كده لكاس العلم للأندية تروح لكورة اليد كسب السوبر الافريقي ومباراة في نفس اليوم بيلعب كاس الكوس الافريقية في الجزائر وكسب فريق جزائري بنتيجة 30-19 أعتقد ده يوم تاريخي من عمر الرياضة المصرية ومن عمر النادي الاهلي وده توبيك كان مهم جدا كان متصدر السوشيال ميديا بالأمس وأعتقد يعني الحمد لله من الأرقام التاريخية واللحظات التاريخية اللي احنا كان لازم نسجل ده من خلال برنامج التريند إن النادي الاهلي هو النادي المصري والعربي الوحيد اللي بيقدر يلعب في كافة المنافسات الافريقية والدولية في جميع الألعاب كورة طيرة سلة يد أعتقد ده انتصار مهم جدا وجهد كبير نتيجتك اللازم نتكلم عليها في السوشيال ميديا